تسعى ترانزيدنستريا لأن تكون جزءاً من روسيا وهي منطقة صغيرة تعداد سكانها نصف مليون نسمة وهي غير معترف بها دولياً وتقاو عند الحدود الغربية لأوكرانيا انفصلت عن مولدوفا عام 1990 وبعد الانفصال حرب نهلية دامية في عام 1992 يورو نيوز التقت بالرئيس فجنيد شيفشوك الذي دخل المكتب الرئاسي في العام 2011 سيد شيفشوك على الحائط هنا صورة للرئيس بوتين وللكرملين في موسكو هل نحن على الأراضي الروسية أم على أراضي مولدوفا؟ نحن في قليم ترانزيدنستريا وهناك أيضاً صورة للبطريق الروسي هل تشعرون بالقلق من انتقال الاضطرابات في أوكرانيا المجاورة إلى مولدوفا؟ نحن قلقون جداً حول الأحداث في أوكرانيا ولكن نأمل أن لا تأثر بها ما هي رسالتكم لحكومة كييف؟ وقف استخدام القوة في غضون الأيام المقبلة ستوقع مولدوفا على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ما تتر ذلك على بلدكم؟ التوقيع على هذه الاتفاقية تأثر الاقتصاد علينا سيكون سلبياً لأننا لم نشارك في نقاشات حول الاتفاق بالطبع هناك أيضاً بعض العناصر الإيجابية في اتفاقية التجارة الحرة ولكن السلبية أكثر عدداً لهذا السبب نعتقد أن نتائج الاتفاق بين مولدوفا والاتحاد الأوروبي ستكون سلبية ونحن أشرنا إلى أن الناس نتعامل مع هذه التأثيرات ونبذل الجهود في سبيل تغييرها لتكون إيجابية لماذا لا يكون هناك تبسيط للمسألة من خلال وحدة مع مولدوفا لإنهاء المشاكل؟ فكرة لم يشمل جيدة ولكن في حال عدم وجود أي تناقض وإذا لم يكن هناك أي قضايا خلافية بين البلدين بطبيعة الحال يجب أن تكون هناك رغبة من قبل الناس هنا من أجل إقامة وحدة مع مولدوفا ولكن الأمر عكس ذلك تماماً ونحن نعتقد أنه الحل الأفضل في هذه اللحظة سيكون ما يسبب بالطلاق المتحضر مع مولدوفا وبعد ذلك يمكن أن يكون هناك فرص جيدة لعلاقات وعنشطة اقتصادية هل هذا يعني أنك تستبعد تماماً إعادة الوحدة مع مولدوفا؟ نعم أو لا؟ أعتقد أن الإجابة واضحة على هذا السؤال يجب أن تأتي من مواطن هذا البلد وبمحظ إرادتهم ليس مقبل رئيسه المواطنون هنا أعربوا عن رأيهم في إيسفتا ومن وضح جداً أن الناس لا يريدون إعادة الوحدة مع مولدوفا تسعون للانضمام إلى روسيا ألا ترون أن هذه الخطوة تعيد إشعال سراع منسياً في المنطقة؟ أليس هناك خطر سفك الدماء؟ هدفنا الأول هو الاستقلال والاعتراف الدولي بطبيعة الحال بعد ذلك نريد أن نأخذ بعين الاعتبار إرادة الشعب هنا هناك عدة دول لديها وجهة نظر مختلفة مع وجهة نظرنا تلك البلدان التي تسعى لحل القضايا مماثلة من خلال القوة ولكن لا أعتقد أن هذا هو الحل ونحن في القرن الحادي والعشرين ففي هذا القرن يجب أن نتمكن من حل هذه المشاكل على طويلة المفوضات ونحن يجب أن نحترم إرادة المواطنين والشعب في هذا البلد وردت معلومات عن مواطنين من بلدكم عبروا الحدود إلى أوكرانيا وشاركوا في أعمال الشغب بأوديسا ما حقيقة هذا الأمر؟ هذه المعلومات كاذبة نشرتها وسائل الإعلام في أوكرانيا وكذلك بعض السلطات في كييف كان للقاء مع سفير أوكرانيا في مولدوفا ومع الممثل الخاص لأوكرانيا الذي يتعمل مع المفاوضات بين مولدوفا وبلدنا وأنكروا رسميا هذه المعلومات حول مشاركة نشطاء في أحداث أوديسا وصفها البرلمان الأوروبي ترانزيدنيسترا بأنها مركز للجريمة المنظمة والتهريب ولتجارب البشر وقد نشر هذا التغير خلال فترة ولاية السيد سفيرنوف هل تغير الوضع؟ أم إنكم ما زلتم تتصدون لنفس المشاكل؟ عندما نتحدث عن التهريب جميعنا نعلم أن هذه الظواهر والمشاكل موجودة في العديد من البلدان وفي جميع أنحاء العالم بما في ذلك الدول التي لديها حدود محمية بشكل جيد جدا كانت هناك اتهمات ضد بلدنا بتهريب الأسلحة أو الاتجار بالبشر ونحن دائما نسمع هذه الاتهمات ولهذا السبب يجب أن أعلن وبشكل رسمي أن دولتنا ليس لديها أي صلة أو تورط في هذا نوع من أنشطة التهريب هذه أشائعات تمتشر بهدف توليد الخوف في دول اتحاد الأوروبي بحيث يعتقدون أنهم يجب أن يتحركوا لمحاربة التهريب في بلدنا وإيجاد حل لهذه المشكلة ما هو عدد جوازات السفر الروسية التي سلمتها موسكو لسكان منطقتكم خلال السنوات الأخيرة ومن أين يأتي جواز سفركم؟ هناك حوالي 200 ألف من المواطنين الروس الذين يعيشون في ترانسدنستريا وهناك عدة جنسية أخرى حيث اعتمد البلمان قانونا يسمح للمواطنين في بلدنا بامتلاك أكثر من جنسية وأنا مواطن في الاتخاذ الروسي ولكن أنا لست من مواطني مولدوفا إذا تمكنتم من حمل جواز سفر اسمه مواطن من العلم سأكون سعيدة جدا بالحصول عليه شكرا شكرا شكرا